أهلاً و سهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نت مازيه أو جذور الأمازيغية في الحلقة هذه و انطلاقاً من جبع النفوذة كما عودناكم نحن نتكلم عن جذر فالحقيقة الجذر هذا جانع عن طريق سؤال من أحد من درسات اللغة الأمازيغية و ربما من الأفضل أن نقرنا في جذر ثاني لكي تتضح الرؤية لأن السؤال أصلاً جاء على كلمتين وعلى شكثيرة هذه بدل هذه طيب جذور الأمازيغية هناك بنتكلم عن جذر ثنائي و ربما يكون ثلاثي اللي هو ياغيايال أو ياغيايال فقط من غير ليعيد وهو كلمة معروحة في كل شمال أفريقيا يعرفوها حتى نتقن بالعربية اللي هي كلمة أغيول واللي تعني الحمار تقريباً يعني الأغيول اللي هو زي ما نعرفه مقدمة ليش علاقة بالجغوية ولكن أغيول يحظى أوجب عليه قول هذا يحظى باحترام كبير في التقاف الأمازيغية سواء في الشعر سواء في المثل الشعبي سواء في القصص والروايات والحكايات بل الأقدم الرواية كتبت في شمال أفريقيا أو في العالم ربما هي تحولات الحمار الذهبي اللي هو عن الحمار كذلك والحمار حقيقةً يحظى بمكانة كبيرة ورافق الإنسان من خمسة ألف سنة أو أكثر وكان رفيق له في البناء والتعمير والزراعة وإلى آخره ولو كانت بعض الثقافات حقيقة تحقرة ولا تعطيه المكان الذي تعطيه له بعض الثقافات الأخرى فعليتي حال زي ما قلنا الجذر هذا سندير فيه شوية من المقارنة والمقارنة هذه تكلمنا عليها بإسهاب في فقه اللغة أو في الليسانيات الـ Universal Linguistics والآخره وهذه تراجع في مكانها إذن، أغيول في العموم تعني حمار في اللغة الأمازيغية طيب، تقريباً موجودة عند نفوسة، موجودة عند أمازيغ الساحل، أمازيغ تونس، تقبيلية الأوراس، الريف، تمازيغ مزاب، ورقلة تقريباً الجميع يقولون أغير بدون استثناء إن جولي أمازيغ الجنوب وأمازيغ نفوسة كذلك جزء منهم يستعملوا في كلمة أخرى وهي آهض، 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 آهض بالنسبة للأمازيغ الجنوب وتستعمل الزيط فقط في نفوسة، ولكن هذه في حتيف لغويات تكلمنا عليها التحولات المرفولوجية التي صارت في الكلمة فهي في الأصل آيزض فآيهض والآيزض تعني كذلك الحمار هنا السؤال كان لأنه لماذا اخترت آيزض بدل ما تختاروا كلمة آغيول أكتر شوية عن استعمالات الحقيقة آغيول ستستعمل في الدروس اللاحقة وفي المرحلة اللاحقة في التعليم ولكن اخترت آيزض لنا دعنا نقول لكم عليش هنا كلمة آغيول كلمة حقيقة وصف وليست اسم للحمار وليست مرادة حقيقة للحمار كذلك يعني لا تعني كلمة آغيول حمار وحمار آهض آغيول لا تعني آيهض أو آيزض وآيزض لا تعني حمار مباشرة وإن كانت أصبحت تستخدم كلاهما كمترادفات حتى في نفسها نفسها فآيزض هي الاسم الحقيقي للحمار وهو الاسم للحمار الذي نشأ في شمال أفريقي عبر التاريخ وآغيول هي صفة علش صفة؟ لأن آغيول كلمة تحيل على لونه وليس على الاسم نفسها فما نجد كلمة مثلا ياغيال أو ياغيال وحدها نجدها في كلمات أمازيغية كثيرة تحيل على مثلا الأصمر اللي هو بسبب بسبب الشمس حرارة الشمس فمثلا نقول عند الهقار إغوال بمعنى أصبح أصمرا أو نقول يستغول يلبس لباسا ذاكنا نجدها كذلك في أسماء بعض الحيوانات الأخرى فمثلا أغولي وكذلك تغولي تعني الجرذ اللي هو الحمار عفوا الفأر الكبير اللي تسمى عندنا في الدارجة اللي بيها جونتشا وكذلك في تنفسية نفسها حتى في نفسها نقوله تخيولت اللي هي الغاء أصبحت خاء اللي هي تحيل على اللون بتاع الحمار الغامق أو عفوا الفأر الغامق اللي هي الجونتشا إذن نرجع إلى ياغيال كجدر يحيل على الداكن فنجدها مثلا زي ما قلنا قبل شوية يستغول أي لابس لباسا داكنا وقاتم أهوغال هو اللون القاتم في العموم وهذا فيه مزعوب مرق لا شاوية لا آخر أهوغال هو كذلك الأسود أو القاتم زي ما قلنا عنده شاوية هي ما نفسه من يستخدمه في القنشا اسم القنشا هذاك فيقول اللغويين أن سبب تسمية الحمار أغيول هو لحالة على لونه الغامق غونه الداكن الأجهب وهذا حقيقة يعضى كذلك من الشواهد التاريخية الأركيولوجية وإلى آخره فنجد مثلا أن الحمار هذا جاء في فترة لاحقة لشمار أفريقي الداكن على غرار الحمار على فكرة فيه ثلاثة أنواع من الحمير اللي نعرفوهم اللي هو الحمار الأحمر والحمار الأمزيغي المعروف هذا وكذلك الحمار الداكن القاتم اللون وهذا جاء من القرن الأفريقي وقال أنه جاء ربما من السودان أو من التيوبيا من هذه الجهة وانتقل إلى شمار أفريقي أصلا عبارة عن إحالة على لونه وهذا تشهدوه بالتفصيل وبكلام جميل جدا كتبه سليم شاكر في أو الموضوع الأمزيغية في مادة AN اللي هي A-N-E أو أيها A-N-E إذن هنا نستنجو أن أغيول هي عبارة عن إحالة على اللون وأصبحت مخصصة بالحمار ذا لون معين وبعدين انتقط وأصبحت تطلق على جميع الحمير بينما أيهض وأيزض تطلق على الحمير عموما سواء بهذا اللون أو بذاك وهذه كلمة أمزيغية أصيلة هي الأساس طيب يعني نفرقوا بين الاسمين فقط من ناحية لون الحمار وطبعا هو فيها حالة خصوصيات أخرى في ناحية التحمل وإلى آخره للحمار أهنين اللي نتكمت أيضا تذكرت حاجة هيك خطة علي بالي وسمحوني بنتذكرها اللي هي تنعفو في العصر الوسيط في شمال أفريقيا لما كانت قوة الفاطمين على وجهها خرج قائد أمزيغي من بنيفرن معروف اسمه أبو يزيد صاحب الحمار أهنين بس نحب نصحها على الاسم لأنه هو عندها أصلا اسمين أبو مهاجر أظنني أو شيئا قبيل وأبو يزيد كونيتين بهي كيف يكون له كونيتين هذا أمر يدعو لي الريبة تاني شيء أبو يزيد يحيل على اسم قريب جدا بو ايزيد بالأمزيغية واذا ذكروه علماء الإباضية على فكرة في كتب السير وإلى آخره بو يزيد يعني حرفيا صاحب الحمار يعني هي ترجمة حرفية بالعربية صاحب الحمار ترجمة حرفية لإسمه بو يزيد بالأمزيغية أيضا إذن هذا حصل كذلك في تقافات كثيرة جدا أنه في اللغة العربية لما يأخذوا كلمة يقربوها لأقرب لفظ عربي وهذا يعني مش شرط أنه يكون عميل بخبثه لا يشيء من هذا القبيل وإنما هذا صيرورة لغوية وجميع اللغات تحاول تقرب الكلمة إلى نطقها الأقرب إلى لغتها فهذا حصل في اللغة العربية أن أبو يزيد حرف واصبح اسمه صاحب الحمار وأبو يزيد ترجمة حرفية ربما لتقريبه للنطق العربي فأصبح كأن هذه هي كنتة ولادية ليست كنتة وأسمع حتى اسمها هو أمزيغي مخلت بن كده وحتى مخلت على الفكرة نطقها غير صحيح على أي حال إذن تخرجتني من الموضوع حال فسامحوني نرجع إلى اسم آخر قريب جدا من هذه وربما يكون من نفس الجدر اللي هي الفرس الفرس نجده مثلا في تقبيليد في تمازيغ في أطلس متوسط طبعا في تريفيد وغيرها ونفسها طبعا تغليت تاني الفرس تغليت اللي هي الفرس هل هذا الجدر هو نفسه ويحيي كذلك على اللون هذا أمر يعني حقيقة يدعونا للتفكير وأنا لازم نديل لحلقة خاصة به اللي هي ياغيال اللي فيه منه تقريبا حسب ذاكرتي فيه منه أربع جذور يظن الناس أن هي مش مرتبطة بيضا هي كلها مرتبطة ببعضها ياغيال يحييي على أربع كلمات مختلفة اختلاف كلهم مثلا كالحلزون وكالآخره من الكلمات اللي هي تحيل على الجذر ياغيال عليتي حال نجد كذلك تغليت اللي هي تاز ديت اسم من أسماء النخلة أهنيه يدعونا كذلك للتفكير أن بعض العلماء يقولون أن هي ربما ترجع إلى جذر آخر اللي هو ياغيال لا مكرر مرتين واللي هي تحيل على النحافة تحيل على الرشاقة سفلت بالله الفرنسية الطول والرقع فربما هذه أطلقت على الفرس من هذا الباب أو على اللي هي جذع النخلة وإلى آخره ربما يعني وهذا كله يحتاج إلى مراجعة وإلى حلقة أخرى لكن اليوم بس نحاول نجاوب المدرسة هذه اللي بعتت تتساءل عن الفرق بين أغيول وآيزل المسرحة في الدروس مع ليش سامحوني قبل ما نكمل لأن الحمار عندما كان فعندها أمتازة وعندها كذلك أسماء تصوروا يعني على حسب عمره عند اسم مثلا الحمار العزود العجوز إجوزا ولا إجوهن أما بالنسبة للجحش وأكرشون الجحش الصغير من الحمار وتنغر عفوا مثلا أضا لعمره من سنتين وأكبر يعني عند أسماء كثيرة علي حال سامحوني نتكلم من الذاكرة في الأسماء مش كلها جاية حضرة في ذهري بالنسبة لتنغر اللي هو الحمار القوي وغيرها ربما تجد بعض الأسماء من خلال الحديث عليتي حال الحمار لها مكانة كبيرة وتدل على ذلك الأسماء وكذلك أنك تعطي لون الحيوان تعطيه وصف بلونة فقط يعني هنيه باش يفرقوا ما بين النوعين من الحمير بالنسبة للثقافة المسيحية عليتي حال سامحوني طولت عليكم ولكن بس هذا إجابة على أغيول ومنين جدت وشن الأصلة متاعها ومقارنتها بأيهض وأيزض وهذا فرعنا في موضعها إن شاء الله نتلاقوا في حلقة تانية ونتكلموا على جذر آخر بإسهاب وبأكتر وضوح أتمنى أن تعجبتكم الحلقة هذه وإلى اللقاء في حلقة أخرى تنمير دمين